تتواصل في محافظة سهاج أنشطة وفعليات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدا لتدريب العمالة المصرية يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة جهود متواصلة تمتد ظلالها يوما بعد يوم لتشمل جميع قرى ومحافظات مصر توفر للمواطنين فيها حياة كريمة من خلال التمكين الاقتصادي والنهوض بالمنى التحتية والصناعة لتوفير فرص العمل للشباب ليبدأ حياة العياء ونحن مستمرين لسه معنا أكثر من فترة تانية أكثر من أسبوع تقريبا لتدريب الشباب وكان عندنا بالأمس مبارح مصرية ثقافية من ضمن فعليات التدريب العام للشباب كانت مصرية ثقافية خاصة بمكافحة الإدمان والمقدرات ولسه معنا مصرية رياضية ونحن نفسر مصرية رياضية الحقيقة نحن بنحاول نضرب الشباب على أكثر من مجال وأكثر من حرفه في المحافظة اللهم الحرف الأكثر شعبية والأكثر اشتخداما في المحافظة سواء لحام أو خراطة أو تبريد وتكييف أو زيادة الجهزة العربية ومن هذا المنطلق تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية إبداء حياة بمحافظة سهاج والتي تهتم بملف الصناعة لتحقيق التمكين الاقتصادي بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سهاج ومؤسسة حياة كريمة وتستهدف بحث سبل دعم الصناعة وزيادة الانتاج المحلي وما يتبعه من زيادة الناتج المحلي الذي يزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة طبعاً درقوا عارفين اللي احنا معنا عربية مجهزة بنلف بقى جميع المحافظات واحنا النهاردة في محافظة سوهاج طبعاً النهاردة احنا النهاردة طبعاً في محافظة سوهاج هندربوا من النهاردة ان شاء الله على مكانية الخراطة على مكانية الخراطة اللي انا بعلم عندي الطالب خراطة يعني خراطة خراطة طبعاً انا بعلمهم ازاي اول ما يتعلموا يتعلموا المكنة الاول اجزاء المكنة طرق التسبيت ازاي يبدأ يشتغل وقبل الكلام ده كله بعلمه على الصحة والسلامة المهنية وتأتي مبادرة ابدأ حياة بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها بالاضافة الى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الاربع سنوات القادمة انا توفقت الحمد لله ان انا في مبادرة ابدأ داخل ورشة الحدادة تعلمنا الحمد لله ان احنا من البداية ان احنا بنتعامل ازاي مع الادوات سواء مكينة اللحم وما الى ذلك تعلمنا من البداية ازاي اكسيات الشغل عاماتاً في المجال من بداية من التعامل مع الادوات الى تشكيل المعادن والحمد لله بدأ ان نخرج شغل يلق بالسوء ليس هذا فحسب بل تعتبر مبادرة ابدأ حياة دعماً كبيراً لتحقيق التنمية والاستقرار وخطوة على الطريق نحو الجمهورية الجديدة